يوم قاس عشته مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي يوم أمس فحجم المدزرة التي ارتكبتها طائرات تابعة لقوات الأسد بغازات سامة كان كبيرا أمام إمكانيات الأطباء والمسعفين في المدينة ما استدعى تدخل فرق طبية أخرى من المناطق المجاورة لا سيما بعد قصف مستشفى الرحمة المشفى الوحيد الذي كان يقدم الخدمة الطبية للمصابين فضلا عن مركز الدفاع المدني في خان شيخون